اعلنت رئاسة التونسية تمديد حالة الطوارئ في البلاد لمدة شهر واحد ابتداء من الاول من يناير لعام 2020 الى غاية 30 من يناير لعام 2022 من جانب اخر نفى الرئيس التونسي قيس عيد ما تم تداوله فيما يخص اتفاقه مع رئيس التركي رجب طي بردغان بشأن القضية الليبية مؤكداً لالتزام تونس بالحياد في هذا الموقف وجاء النفي بعد المؤتمر الصحفي بين الطرفين والذي عقد في تونس اشتركوا في القناة